من الحوار والتعليق ينضم معنا القيادي في تيهر الحكمة سيد رياض العواد بداية مرحبا بك سيد العواد في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد المشهد السياسي يتعقد والأطراف السياسية تتمسك بشروطها وعدم التنازل عن أي مكسب حقيقي سابق يعني كذلك تجاهل مبادرة السيد الحكيم من الأطراف السياسية دليل آخر على ذلك كيف تعلقون تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم مشاهدين الكرام حقيقة هذا ما توقعناه ما يعني حذرنا منه مسبقا أنه بقاء نتائج أو الإرهاصات التي وضعتها للأسف المفوضية عبر نتائجها الركيكة وأدائها غير المنضبط والإعلان عن النتائج المرتبك والمتردد والمتذبذب وهذه الإرهاصات التي حصلت وكثرة الطعون والشكاوى هذا الأمر قطعا قلنا إن لم يحسم بشكل سريع ويكون للمفوضية الرأي الصلب والمنصف لإنصاف الذين ظلموا أو يشعرون بالمظلومية من إجراءات حساب مارد نقول متعمدة قد تكون أخطاء فنية ولهذا السبب قلنا أن القفز على القانون والذهاب إلى عدوى فرز يدوي لجميع المحطات هو ليس أقدس من الدم العراقي ومن الانسداد السياسي قد يصل له العراق إذن لماذا سيد العواد عذر المقاطعة لماذا لا تحذو أطراف الإطار حذو سيد الصدر الذي لم يستبعد خيار المعارضة لماذا الإطار يتشبث بالمناصب لهذه الدرجة على الرغم من حديثهم السابق عن أهمية المعارضة ودورها في العملية السياسية أخي العزيز القضية اليوم ليست نقاش على المناصب القضية هي أنه مجموع الإطار التنسيقي أو قوى الإطار التنسيقي تشعر أن هناك غبن ومصادرة لمقاعدها وتريد الإنصاف يعني هي اليوم تقول لا نتحدث بالتحالفات ولا نتحدث بالمواقع ولا نتحدث بالمناصب ما لم تحسم قضية الانتخابات نحن نرى في الانتخابات أن هناك غبن وهناك أخطاء يجب أن تعالج ما لم تعالج وتظهر الحقائق وتعود الحقوق إلى نصابها لا يمكن أن نتفاوض اليوم على شيء هو مجهول حتى اليوم لم تصادق الانتخابات ولم تنتهي قضية الطعون ولم يبت في كل الطعون هنا مربط الفرس نقول أنه كيف نتحدث بشيء ولم تحسم بداياته وتحسمها سيد العوادي عدر للمقاطع هل بنية العملية السياسية على الشعور يعني الانتخابات شهدت العالم بنزهتها كيف تعلقون على هذا الموضوع العالم لم يقم هو بالانتخابات ولم يشرف على الانتخابات ولم يحضر الانتخابات سوى مراقبين دوليين هنا وهناك لم يغطوا سوى مساحة بسيطة جدا من حجم المحطات الكبير في العراق من يحدد مصداقية الانتخابات ونتائجها هي المفوضية والإجنة القضائية ومجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى لم يصادق حتى الآن على نتائج الانتخابات هالطعون لم ينظر فيها ولم تحسم حتى الآن كيف نشهد بشيء لم يحسم أمره حتى الآن يعني هذا مثل الطالب اللي بعده ما ممتحن أو أثناء الامتحانات ويقدموا له تبريك بالنجاح هو غير تخلص الامتحانات أول مرة ويصحح أجوبته وبعدين تعلن النتائج وبعدين أبارك له يعني هذا خلاف العقل يعني إذا صدقت المفوضية على النتائج على نتائج لم تحسم حتى الآن نحن قلناها كحكمة قلنا نحن أكبر الخاسرين ونشعر أن هناك مظلومية كبيرة قد صادرت الكثير من مقاعدنا واستحقاقاتنا ولكن رؤيتنا السياسية أنه نذهب إلى المطالبة بالطرق والأطر القانونية والدستورية قدمنا الطعون وقدمنا الأدلة وقدمناها إلى القضاء وقدمناها إلى رئيس الجمهورية وقدمناها حتى إلى سيدة بلاس خارت واقتنعت بها وقالت نشعر أن هناك مظلومية لحقت بكم وهذا الأمر يجب أن ينظر به من قبل المفوضية والقضاء بجدية لكن مع ذلك نقول أن مصلحة العراق يجب أن تغلب على كل المصالح الخاصة إن صادقت المجلس القضاء الأعلى إن صادقت على النتائج نحن نذهب مع هذا الأمر لا نريد أن نوقف أو نكون حجر عثرة أمام المسيرة السياسية هناك سيد العواد من يقول أن الأطراف التي تراجع الشعبيتها لا تريد خسارة مناصبها لأن ذلك قد يؤدي إلى فتح ملفات عليها من أطراف معارضة بمغادرة الوزارات التي تديرها هل هناك يعني باعتقاد خشية من هكذا أمر بصراحة لو سمحت حقيقة طبعا هذا الأمر احنا ما نستبعد يعني أنا شخصيا ما أستبعد شعور إذا كان هناك فعلا هكذا شعور أو هكذا حسابات هذا الأمر غير مستبعد وحقيقة أخرى أنه اليوم أغلب الكتل السياسية لا ترغب أن تذهب إلى المعارضة ولا تقبل أن تخرج من عملية سياسية بخفة حنين هذا الأمر قلناه مسبقا وقلنا أنه يجب أن تطبق قبل الانتخابات معادلة النجاح بأن نذهب إلى تشكيل كتلتين وطنيتين تذهب للتنافس الانتخابي الفائزة منها تذهب إلى تشكيل حكومة وبذلك تكون لدينا كتلة قوية بحكومة قوية وكتلة وطنية أخرى تذهب إلى المعارضة وتكون لدينا معارضة قوية بكتلة وطنية قوية أما اليوم اللي يطالب بأي طرف يطالب بهكذا مخرجات ويأتي ويقول يجب أن نذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية وليس قبالها معارضة وطنية هذا أعتقد هو مطالبة منقوصة على اعتبار أنه اليوم الجانب الكردي سيدخل بأجمعه مجتمعا في تشكيل الحكومة الإطار السني أيضا سيدخل في تشكيلة الحكومة أطراف الإطار كانت من أشد الناقمين على التوافقية وها هي اليوم بمطالبها تعود للتوافقية يعني أليس في ذلك نوع من التناقض ودليل على أن المصلح الحزبية فوق كل اعتبار؟ أخي العزيز الحكمة خرجت من حكومة السيد المالك الثانية بسبب التوافقية أنا لم أقصد الحكمة أنا أقصد الأطار في حكومة السيد عادل عبد المهدي لا لا مؤرد أصل لك الفكرة في حكومة السيد عادل عبد المهدي لم نقبل بتشكيل الحكومة التوافقية وذهبنا إلى المعارضة وقلنا مصيرها إلى الفشل وهذا ما حصل ولكن تحقيق معادلة النجاح بأنه شكل حكومة أغلبية وطنية تحتاج إلى مقدمات يعني اليوم في ظل هذه المخرجات العملية الانتخابية فيها تشكيك الكثير من الطعون هناك عمليات مظلومية والدليل أنه اليوم بعملية نسبة فرز قليلة تغيرت 7 إلى 8 مقاعد يعني معناتها النسبة الأكبر إذا تم الفرز والطعون والنظر في الطعون بالنسبة الأكبر قطعا ستتغير النتائج أكثر إذن معناتها أكو خلل أكو خطأ في ظل هذه المخرجات وفي ظل هذه الحجوم غير المتناغمة وغير المتناسبة قطعا لا يمكن أن نذهب إلى حكومة أغلبية وطنية خصوصا في ظل وجود أزمة ثقة بين الأطراف السياسية هناك تخوفات يعني دعونا نحكيها بكل صراحة اليوم الجانب المثلا عندما الكثير من الإطار التنسيقي اللي دعونا نقول الفصائل والمنضوين معهم والمتحالفين السيد المالكي لا يقبل بحكومة أغلبية يشكلها التيار الصدري ويكون رئيسها صدري ينقح بالمقابل التيار الصدري أيضا لا يقبل أن يكون رئيس وزراء السيد المالكي أو من الفصائل بهذه النتيجة ما رح نصل إلى حل يعني ذا بقى الطرفين متخوفين من بعض في هذه الصورة شن الحل؟ الحل أن تذهب إلى معادلة جديدة هي اللي طرح السيد الحكيم بمبادرة كي يحلح للمشهد السياسي سؤال الأخير سيد العوادي هذا الانسداد السياسي والاختناق بسبب مواطف الكتلة السياسية نعم يعني أين حق المواطن الآن من هذه الانتخابات؟ خو قطعا يعني اليوم حتى اللي يعني من نقول أنه أكو خلل في النتائج معناتها أكو خلل في استحقاق الناخبين يعني اليوم أنا من أصادر مقعد مقعديا ثلاثة أكثر جد ما يكون العدد معناتها أصادر إرادة الناخب يعني أصادر إرادة الناس هذه أصوات مواطنين أصوات عراقيين عندما تختلط الأمور وتذهب نتيجة تصويتهم بهذا الشكل قطعا سيكون يعني ردة فعل لدى المواطنين في الانتخابات القادمة ويقول لن أشارك حتى الجمهور المسيس اليوم لربما إذا بقيت النتائج على علاتها ومضت الانتخابات بكل سلبياتها نحو مصادقة ستكون ردة فعل كبير لدى المواطن أنه يقول لن أشارك في انتخابات هي محسومة سلفا أو ممكن أن تزور بأي طريقة أو يكون هناك خللا لا ينظر بالطعن الذي يقدم على نتائجه هذا أيضا حق ناس مع ذلك نقول نحن قلناها ونقولها أن استحقاق الوطن واستحقاق الناس أهم من الاستحقاقات الخاصة أن نمضي بحكومة وإن كانت بنوع من التوافقية المضغوطة أو الممنهجة أحسن من أو أفضل أن نبقى بلا حكومة أو تبقى حكومة تصريف أعمال منقوصة القوانين والصلاحيات هذه رؤيتنا ولكن يريد أنه لملم الوضع حدثنا بالصوتي والصورة السيد درياض العواد القياد في تيار الحكمة شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة